اشتركوا في القناة طبعا او اي هات صوتيين عندما يكتب معا يعطيان صوت و مثلا كلمة وازو اذا عندنا هنا و ماجسكول ثم عندنا و مينسكول و ماجسكول ثم عندنا و مينسكول و كبيرة ثم و صغيرة المجموعة حروف تنطق دفعة واحدة نتكلم عن مجموعة حروف تنطق دفعة واحدة مثلا مجموعة حروف تنطق دفعة واحدة تحيط تنطق دوعة واحدة نتكلم عن مجموعة حروف تنطق دفعة واحدة عندما نتكلم عن أنا أسماء أو أنا لا أسماء وأ يعني الصوت 이해 أنا المقصود سواء كان هذا الصوت مكتوبا به أو مكتوبا ب إحرف أخرى ولكن يُعطي هذا الصوت إذن أنا سأسير مع الصوت ولا أسير مع الكتابة إذن المقصود هنا أنا أسير مع الصوت ولا أسعر مع الكتب ولكن هنا طبعا الصور التي أمامنا إنه سيطرة يتشotherap للفسير تلكbuchة على شرط اي إذاً نحضر للمشروة winningemos كما هو أنت كم كم وشي�� صريح كم كم نحضر يتشرب اذا نسمع او لا نسمع صوت و بيان سور دان لما واتور او نسمع صوت و في كلمة واتور طبعا نسمع صوت و اذا نقول لابوة لابوة لابواتور لابواتور اذا نسمع هذا صوت نحن نسأل دائم او نسمع صوت و اذا نسمع صوت و او نسمع صوت و دان لما واتور او نسمع صوت و او نسمع صوت و او نسمع صوت و مع كلمة و او نسمع صوت و نشير هنا الى ان كتكوت هاد الطائر نتكلم عن طائر صغير وسمى وازون كمالو نتكلم عن ابنه الصغير فرح هذا الطائر وسمى وازون وازون اذا الفرح صغير وسمى وازون لن نتكلم عن وازون وازون المقصود بطائر وازون نتكلم عن فرح هذا الطائر لديو سما نتكلم عن طائر وازون 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 معهم جاهد ₹ من أقول ألا نسمع صوت وازون وازون ففويي، نتكلم عن حم نسى ب permائيما نسمع صوت وازون لديو تكلم عن طائر وازون وزون ثم يلم نحased نفس السؤال كسكو سي كسكو سي ما هدا كسكو سي ما هدا ما هدا أو ما هدي سي ل سي لطوا يعني يسمى السقف نتكلم عن الجزئية دل لون الأخضر إذن يسمى لطوا لطوا يعني السقف لطوا هدا لطوا 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 نتكلم عن الجزئية سقف لطوا 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 وثلت يسمى نسمى الصوت ونقول طوا فلطوا لطوا نتكلم عن الجزئية كيسكو سي كيسكو سي نذهب إلى السورة الاخيرة ونعنض المسؤال لطوا ثم نتعطى مهدا كيسكو سي C'est une boîte إذن هي أولب Alors, avec le mot boîte est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son مع كلمة هل نسمى أو نسمى صوت Bien sûr, avec le mot boîte on entend le son on dit boîte ce mot s'écrit avec B-O-I هذه الكلمة بي B-O-I nous passons au troisième paragraphe Je lis les étiquettes où je vois Je lis les étiquettes où je vois O-I' Dans ce paragraphe qu'il est demandé là, c'est de lire les étiquettes qui comprennent cette écriture avec les deux voyelles O-I Nous allons lire seulement les étiquettes qui comprennent O-I La première étiquette qui comprend O-I C'est un toit La première étiquette qui comprend Cette écriture C'est un toit La deuxième étiquette non La deuxième étiquette comme nous le voyons Ne comprend pas l'écriture La troisième non Cette étiquette ne comprend pas L'écriture Pour la quatrième oui La quatrième étiquette comprend l'écriture OI On dit une voiture Le mot voiture comprend l'écriture OI On dit une voiture Le mot voiture comprend l'écriture OI La cinquième étiquette comme nous le voyons Comprend l'écriture OI On dit un poisson Pour la sixième étiquette non La sixième étiquette comme nous le voyons Ne comprend pas l'écriture OI Pour la septième étiquette oui Un mouchoir Le mot mouchoir bien sûr comprend l'écriture OI Et pour la dernière étiquette oui La dernière étiquette comme nous le voyons comprend l'écriture OI L'écriture OI Le mot oiseau comme nous le voyons comprend l'écriture OI Je lis les étiquettes où je vois Alors la première étiquette comme nous le voyons Un toit La deuxième étiquette Une voiture La troisième un poisson La quatrième un mouchoir Et la cinquième des oiseaux Le quatrième paragraphe Je lis les phrases suivantes Puis j'en construis d'autres sur le même modèle Je lis les phrases suivantes Puis j'en construis d'autres sur le même modèle Je lis la première étiquette Je lis le mot 1 Je lis les phrases J'en construis par le même modèle كُل كاتير من الأوراق المونج بكو دفاي هي تأكل الكاتير من الأوراق شامالي كاتر إسطوار شام تقرأ أربعة قصص شامالي سالوغير بلير هدفي القراءة شامالي كاتر إسطوار شام تقرأ أربعة قصص أل لي بكو ديسطوار هي تقرأ الكاتير من القصص المقصود أنها قرأت كاتير من القصص نفس الشيء مع السلحفات المونج بكو دفاي هي تأكل الكاتير من الأوراق المقصود بأنها أكلت الكاتير من الأوراق علينا أن ننسوجة جمال على شكلة هذه الجمال ممكن أن نقول مثلا فاطمة ريسيت سينك ذرسي كورانيك سينك ذرسي كورانيك فاطمة استدهارت خمسة آيات قرآنية إذن ما دعونك نقول أل غيسيت بكو دفايق أل غيسيت بكو دفايق إذن هي تستدهرو الكاتير من الأيات القرآنية مثلا ثم نقول راشيد أشيت كاتر سيلبل إذن راشيد يشتري أربعة أقلام زرقاء راشيد يشتري أربعة أقلام زرقاء راشيد أشيت بكو دفايق راشيد يشتري الكاتير من الأقلام الزرقاء اقول مثلا جي غمسي وبال انا جمعت تمانية كرات انا جمعت الكثير من الكرات الى اخره لذا نكتهي بالقدر حياكم الله و الى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة